اشتركوا في القناة وتشغلني اجيب الميم اتروح الشين واجيب القاف او التاء اتروح الالف اجيب القاف واحاول اقول مش تاقلكم يا احلى متابعي لبرنامج مساء الامارات ومساكم الله بالخير اذا مشاهدين نرحب فيكم في حلقة من حلقات برنامجكم اليومي والبداية بتكون مع سعادة عبدالله منقوش رئيس مجلس ادارة جلوبل ارت للتعليق على تنظيم حدث معرض فني بعنوان ماتلام وايضا في فقرتنا الثانية وبعد موجز الاخبار بنستعرض اهم ما كتبت الصحافة العالمية حول اعياد الاتحاد ودولة الامارات ونهضتها في لقاء مع الاعلامية الاماراتية لول وثاني عضو مجلس ادارة جمعية الصحفيين في دولة الامارات ومن عقبها اكيد مشاهدين ومتابعين فقرة الصحف والانترنت اما اخر فقراتنا بتكون جدا مميزة وقفة فنية مع الفنان العراقي مصطفى العمار وسهرة فنية عراقية اصيلة بانتظاركم خلونا الحين نتوقف مع اولى فقراتنا افتتح سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون في معرض ماتلامب للفنون التشكيلية وذلك يوم الخامس والعشرين من نوفمبر المنصرم والذي تنظمه جلوبال ارتس تحت عنوان الفنون في خدمة النماء والتطوير وذلك بفندق جي دابليوم ماريوت ماركي يسعدنا في هذه الحلقة من مساء الامارات ان نستضيف سعادة عبدالله منقوش رئيس مجلس ادارة جلوبال ارتس ولكن قبل ما نبدأ هذا الحوار دعونا نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود الى زميلتي عليا وضيفنا سعادة الاستاذ عبدالله منقوش افتتح سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون معرض مات لامب للفنون التشكيلية والذي تنظمه جلوبال ارتس تحت عنوان الفنون في خدمة النماء والتطوير ليستمر على مدى ثلاثة ايام وذلك في فندق جي دابليوم ماريوت ماركيز في قاعد دبي للحفلات خلال المؤتمر الصحفي تم الاعلان عن افتتاح المعرض وسيتم تسليط الضوء على هدفه الانساني السامي الذي يندرج ضمن رؤية دولة الامارات العربية المتحدة لدعم الفنون واستقطاب روادها لتكون منارة ثقافية تجمع الابداع والمبدعين تحت سمائها وحرصها على قيم العمل الخيري ودعم مقوماته هذا وقام سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم بجولة داخل المعرض تعرف من خلالها على القيمة الفنية للوحات مات لامب وايحاءاتها الانسانية الرامية لاحلال السلام حول العالم عبدالله منقوش رئيس مجلس ادارة جلوبال ارتس علقا على اهمية هذا المعرض الذي قال من خلاله انه يهدف من خلال هذه المساهمة في خدمة الانسانية من خلال الفن لرصد جزءا من ريع هذا المعرض لدعم حملة الهلال الاحمر الاماراتي اعينوهم في الشتاء والموجهة للاجئين السوريين في مخيمات الاردن لتوفير الاغطية والالبسة خاصة للنساء والاطفال وكبار السن والحقيقة انه قدم الشكر للهلال الاحمر الاماراتي على جهوده المتواصلة في هذا الشأن يا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا بعد ما شاهدنا اكيد هذا التقرير يسعدنا ان نبدأ الحوار مع الاستاذ سعادة عبدالله منقوش رئيس مجلس ادارة جلوبال ارتس مرحبا بك معنا في مساء امارات مهلا سهلا شايف حالك استاذي ما شاء الله المعرض حلو اكيد لاقى نجاح كبير والله نعم لاقى نجاح كبير الحمد لله وفعلا كان متوقع ان يصير ناجح ولكن انا حسيت ان نجاح اكثر وكثر ان شاء الله بإذنك طبعا بدعم سمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد وهذا اللي اثلج قلبي صراحة ان اجت الموافقة سريعة واهتم بالموضوع وبعث اشخاص من المكتب على اساس ان ينظمون معاه ويساعدوني اكيد يعني ما شاء الله المعرض مثل ما ذكرت كان تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس سيئة الثقافة والفنون في ادبي ما شاء الله يعني المعرض كان متميز بلوحاته وايضا بالجماهير الكثيرة اللي زارتها تكلمنا شوي بتفاصيل اكثر عن المعرض المعروضات اللي كانت فيه او اللوحات التشكيلية اللي كانت فيه حقيقة ان المعرض كنا حابين نعمله على مستوى اكبر لكن صادني الخوف شوي ان ادخل في موضوع مثل معرض فني تشكيلي وفي يعني بلوحات ضخمة وكمية كبيرة لان راح تتوه الجمهور كم لوحة تقريبا كانت كنا راح نعرض تقريبا ألف وستين لوحة كان من بينهم بيكاسو سلبادور دالي لكن خفضناها لين متين لوحة وخليناها محصورة للجمهور على اساس ان يشوفون نوعية مختلفة متنوعة ايضا ومتنوعة من معرضات ماتلام او لوحات ماتلام جميل وكانت ايضا جمعناها من دول مختلفة ماتلام يمتلك 18 ميوزيوم وعند خمسمائة محل يعرضون لوحاته وعنده ثمانية ستيديو رسم من تشرفين نحو العالم جميل فجمعناها من الحمد لله طيب يعني مثل ما قد ذكرت وقلت ان لوحات كثيرة كانت متميزة لأكثر ايضا من فنان وكانت تحت عنوان الفنون في خدمة النماء والتطوير او هذا الشعار كلمنا شوي عن اختياركم لهذا الشعار او اختيار طبعا سموخ الشعار حقيقة ماتلام كان عنده شعار اسم أمبرلا فور بيس اللي هي مظلة السلام وعنده جمهور وناس يتبعونه ومهتمين في موضوع أمبرلا فور بيس ولا مظلة السلام تقريبا عنده اكثر من متين شخص يتبعون يتبعون الفكرة هذه فدائما كانت عنده معارض ودخل وريع المعارض كان نروح للناس الفقارة والمحتاجين وايضا لبناء المدارس والمستشفيات والمساعدات بشكل عام هو أصلا يعني المعروف عن الفنان أكيد التشكيل لأنه كرس يعني معظم حياته في خلنا نقول إنشاء أو فعل أو عمل هذا النوع من اللوحات أكيد لي السلام والإنسانية الخيرية يعني بشكل عام الغريب في ماتلام لا ماتلام ما بدأ حياته فنية من صغره بدأها من سنة 86 أنا عجبت فيه أن بالسرعة هذه الفائقة قدر يعني يكون جمهور كبير وجت على أساس أنه فكرة دعم السلام نعم وماتلام من سنة 86 لما قرر أو في سنة 86 لما قرر يبدأ في الفن باع معظم ممتلكاته من سيارات وطيارات وكان يمتلك أكثر من ثلاثين أو بين ثلاثين أو أربعين شركة باع كل هذا اللي عنده أساس كثرة رس جهودة بس في الفن من أجل الخير جميل الهدف من هذا المعرض ومن هاي النمحات المعروضة حقيقة كان تعاون بيني وبين ماتلام في البداية كان بيني بين اتصالات بعد ما تعرفت على بنته شيلة ماتلام اللي شفتوها أنتو في المقدمة أو في العرض اللي الحين هي يعني تمشي على نهج أبوها نعم وأنا كلمت وقال لي أنا مستعد أني أنا أجي على الإمارات وكان يعني له شغف أنه يجي الإمارات من كثير ما يسمع عن الإمارات كدولة متطورة وفي سرعة في التطور وفي النمو ويشوف السرعة النمو يعني الإمارات ما شاء الله صارت على كل لسان صحيح صحيح أسسس حاجة في الإمارات فأسسنا جلوبال أرت جميل شركة جلوبال أرت تسسس هنا في دبي في شهر أربعة 2012 وكان هدفها أننا نحن نفكر في مش مضلة السلام لكن الفن من أجل النماء والتطوير اللي هو ممكن نحن نستخدم لوحات الفنية أن تكون نوع من الوسيلة لدعم مشاريع تنموية للبلد البلدان الفقيرة والمشاريع اللي ممكن تساعد البشرية هل تحس هذا النوع من المبادرات يعني فعلا نحن قاعد أتيب النتيجة اللي أنتم قاعدين تتوقعونها أو اللي أنتم متوقعينها والله الهدف اللي أنا قاعد أمشي فيه والطريقة اللي قاعد أمشي فيها أنا في تعاون صار بيني وبين يعني منظمات عالمية على أساس أننا نحن نتعاون معهم وندخل بطريقة يعني منظمة لدول محتاجة وممكن نحن ندعمها بوضع اللوحات كوديعة لدعم المشاريع هذه جميل يعني ما شاء الله رعاية موهة الكريمة وافتتاح لهذا المعرض أكيد تعني أمور كثيرة ولها أهداف أيضا كبيرة وأيضا سامية كلمنا شوي عنها حقيقة يعني تعني كثير جدا أن الموافقة أول شيء جد سريع معناته هو اهتم بالموضوع وبعدين تكلمنا عن مدينة الفن في دبي وفكرة هذه جميلة جدا أننا سنجلب فنانين من برها وفي نفس الوقت ندعم الفنانين المحليين يعني نوجههم للخارج أيضا والفن هذا أو حفوا الاسلوب هذا رح يصير تعاون بشترك بين بين فنانينا وفنانين العالميين مثلا بالصدفة يعني أجي أحد من قبل سلفادور دالي الفنان سلفادور دالي عند لوحات ومقتنيات حابب أن يتعاون معنا على أساس نعمل معرض في الإمارات وهذا شيء طيب صراحة أكيد يعني أستاذي مثل ما نحن نشوف في التقرير أثناء جولة تكوية أكيد سمو شيخ ماجد ما شاء الله كيف كان رأيه في اللوحات المعروضة الظاهر أنه كان مستمتع حقيقة أعجب باللوحات جدا وشاف شيء جديد من الفن والفنان ما تلام حقيقة ما عنده فكر أن يرسم اللوحة لا يرسمها من مبدأ فقط شوجة في بال الآن لحظية يعني رسومات لحظية وليس تبكير وليدة اللحظة وليدة اللحظة وهذا اللي خلاه مميز طيب أستاذي دعنا نقول وجود مثل هذا النوع من المعارض وهالاهتمام الكبير بالفنانين سواء كانوا المحليين أو العالميين هل تعتبر أنه دعم وتشجيع وحافظ لفنانين المحليين وهل ممكن أنهم يوصلون للعالمية مثل الفنان مثلا بيكاتسو وغيرهم نعم إذا كان في تنظيم صح نعم وأنا قلت المعارض ما دام غير ثلاثة أيام جاءتني اتصالات مثلا من الصين حابين تمديدها أو نفس الفكرة نعملها في الصين حقيقة معرض ما تلام اللي صار يعتبر أكبر معرض صار للفنان ما تلام جميل طيب دعنا نقول كيف ممكن أن يسهم الفن في خدمة البشرية والإنسانية طبعا نحن ننظر إلى مشاريع مثلا في مجال الصحة أو الطب مثلا إذا في برنامج أو تقنية تحتاج دعم ممكن نحن نسخر اللوحات هذه أن تكون وديعة أو ضمان للمشروع هذا ونساهم به أو مثلا نعمل معرض دخل المعرض يكون جزء من دخل المعرض يكون جميل أيضا كان فيه هناك حملة أعينوهم في الشتاء بتعاون أعتقد مع الهلال الأحمر وأكيد لها أهداف سامية جدا كلمنا شوي عن هذه الحملة طبعا برجع خطوة للخلف ما تلام هو هدف في البداية أنه عمل خيري وما في يعني ما عندي أنا خلاف في اللون ولا في الدين البشرية هي بشرية وأنا أحب عامل لما سمعنا أنه في الدعم مطلوب لل اللاجئين لما أعتقد السوريين فنحن بدرنا أول بأول وأعلننا أننا مستعدين أن نساهم في جزء من ريع المعرض لل اللاجئين السوريين جميل أستاذ خبرنا شوي عن مشاريعكم المستقبلية والله إلى الآن نحن صارنا ست شهور الآن وأول حاجة مشروع عملنا اللي هو مشروع المعرض هذا لتعريف ما تلام أول شيء في نفس الوقت لجز النظب لكن نحن في نفس الوقت موازات للمعرض هذا في محادثات مع عدة جهات في في أوروبا أو في روسيا على أساس وفي ماليزيا أيضا ومحليا أساس ندعم بعض المشاريع في مجال الصحة والزراعة نعم جميل حلو أستاذي طيب هل ممكن يكون في عندنا نماذج عربية نفس هؤلاء الفنانيين اللي كرسوا حياتهم خلين نقول أو يعني يسووا شيء مفيد للإنساني للإنسانية أو البشرية بشكل عام ممكن ليش أنا أتفق أن يعني إذا في مبادرة موجودة ودعم على طول دائما مستمر وموجود وطبعا المارات من سباقين في الدعم صحيح لكافة المجالات وإيضا القطاعات وحقيقة الفناني موجودين ومدعمين أوردي بس نحن نبغي نطلع من العالم أكثر عموما أستاذي شاكرين لك حضورك معنا وكان شرف لنا وجودك معنا وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق دوم أشكرك وأشكر قناة الضفرة على استقبالي وعلى دعمي ومشاركتي في الموضوع نتمنى لكم التوفيق ويعطيكم ألف عافية الله يسلم جزيلا خير إذن مشاهدين في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ سعادة عبدالله منقوش رئيس مجلس إدارة جلوبال أرتس على تواجده معنا اليوم أما الحين بقولكم فاصل وخلكم في أنا حياكم مشاهديننا مرة ثانية وأكيد الحين مستمر معكم ومع باقي أكيد كل فقراتنا والحين بننتقل مع الزميل أيمن وموجز لأهم الأخبار المحلية قبل ما أيمن تخبرنا شو عندك من أخبار بقولك حياك مرة ثانية في استكمال بقية الفقرات دومت رحبين فيني يعني في يوم في خاطر رحب في كان الصراحة الله يسلم اثنين وواحد يعني لي الفخر الله يسلم طبعا أكيد مشاهديننا يعني هو موجز للأخبار ولكن أكيد للأخبار عندنا السارة بشكل عام عند دولتنا الحبيبة في عرسها الـ 41 تقريبا يعني ما نخفيكم أن مجموعة الأخبار ما نقدر أن نلبيها في موجزنا الأخبار ولكن نحن نوعدكم من ضمن فقراتنا اللي تتابعونها بشكل عام في برنامجكم برنامج مثل الإمارات أن نلبي مجموعة من الأخبار ونغطي هذا العرس الإماراتي اللي تعيش دولتنا الحبيبة في هذه الأيام ولكن حبيت أني أنوه لجميع متابعي برنامج مثل الإمارات واللي يتابعوننا سواء في شرق الأرض ولا فقصاها أن إمارة دبي أبا أكون صريح وياكم شرطة دبي أو القيادة العامة لشرطة دبي قالت لا تصاريح لا تصاريح لمسيرات السيارات في اليوم الوطني يعني أن ما في تصاريح للسيارات وأعدت طبعا هناك يعني تقريبا ألف سيارة وعندهم تقريبا بتواجد من دوريات تقريبا خمسمائة شرطي متواجدين في إمارة دبي أي واحد ما يلتزم في السلام المرورية بتنحجز سيارته هذا التنويه طبعا من القيادة العامة لشرطة دبي على هذا الموضوع الخبر الثاني يمكن فيه وائد أخبار يعني ما بطول عليكم ألوان علم دولتنا الحبيبة يكسو برج خريفة في إمارة دبي جميع ألوان علمنا طبعا موجودة على برج دبي بطولة كامل تقريبا وهو فعلا زينة لها المكان بتكونون على موعد إن شاء الله بعد من هذا الأخبار السريعة على موعد يوم السبت بأكبر مسيرة للدراجات النارية واللي بتجوب من إمارة أمقوين بتوصل للعاصمة بوضبي احتفالا بالعيد الوطني يمكن أغرب الأخبار زميلتي عليها أنه في مواطن تقريبا الخبر الفريد من نوعي تقريبا بدأ يجهز سيارته للاحتفال بالعيد الوطني قبل ثلاثة شهور قبل ثلاثة شهور يعني الصورة موجودة تقريبا في جريدة الخليج الليماراتية صراحة ويد مفرحة مزين سيارتها بعلم دولتنا دولة الإمارات طبعا بأسلوب ويد حلو أتمنى أنكم تتابعونها الأخبار الآن شوارعنا كلها بتكون كل السياير يعني بكامل ما بقول الأناق بس بكامل زيناتها وحلاتها أنت تعرفين اليوم يعني صراحة أقولها عليها مباشرة اليوم الجو مع النفاف اللي كان موجود قبل تقريبا شوي الصراحة ويا الأعلام اللي ترفرف الصراحة هالأيام ضارد فعلا حسيت أنه فعلا رب العالمين راضي علينا بشكل عام صراحة الحمد لله الحمد لله دوم يا رب الله يسلم الحين شو عندنا أي من موجز لأهم الأخبار أكيد ما بنطول على السادة متابعي برنامجنا خلنا نروح لموجز الأخبار وبنتابع بقية فخراتنا كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في فندق قصر الإمارات في أبوظبي شركاء مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل أبشر وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عقب حفل التكريم إن هذه المبادرة من أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة مبادرة متميزة والكل يسعى فيها لخدمة الوطن والمواطن مشيرا سموه إلى أنها مبادرة عظيمة من صاحب السمو رئيس الدولة تهدفه في خدمة الكوادر الوطنية وتأمين الحياة الكريمة لهم أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولعهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أهمية المراكز الوطنية المتخصصة التي تعنى بالاكتشاف المبكر للأمراض والإعاقات الوراثية والسعي إلى جلب التقنيات والأجزة المتطورة لعمليات التشخيص والفحص المبكر خاصة المتصلة بالأمراض الوراثية والعيوب الجينية بما يمكن المتخصصين من أغذي التدابير العلاجية والطبية اللازمة للحيلولة دون تأثير الاعتلالات الوراثية المؤدية إلى الإصابات بالإعاقات والأمراض المزمنة والحد من تناميها حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخ النهيان بن مبارك النهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى الختامي لمبادرة حصنتك يا وطن الذي عقدته دو في حرم جامعة زايد في أبوظبي وكانت دو قد أطلقت هذه المبادرة بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الحادي والأربعين بالانسجام مع شعار روح الاتحاد وتم خلال الملتقى الإعلان عن الفائزين بجائزة دول للتواصل الاجتماعي وكذلك الكشف عن أغنية يكتبها شعب الإمارات في أداء حي لها بالإضافة إلى عقد حلقة حوارية حول الدور الإيجابي والإبداعي لشبكات التواصل الاجتماعي شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وشركة بيانات للخدمات المساحية إحدى الشركات المملكة لمبادلة للتنمية مبادلة للتعاون في مجال نظم المعلومات الجغرافية وقع المذكرة اللواء أحمد ناصر الرئيسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي وراشد لاحج المنصوري رئيس مجلس شركة بيانات للخدمات المساحية بهدف وضع إيطان رسمي لمجالات التعاون والمشاريع والخدمات المشتركة بين الجهتين حيث سيتم بناء على الاتفاق تأسيس لجنة توجيه تتولى عملية التخطيط والإشراف على تسليم أي من المشاريع ضمن مجالات التعاون فازت مدينة أبوظبي بذهبية جائزة المجتمعات الحيوية 2012 عن فئة المدن المتكاملة كأفضل مدينة للعيش في العالم بعد أن سجلت حضورا متميزا في التصفيات النهائية للجائزة التي استضافتها مدينة العين في الفترة من 22 إلى 26 من نوفمبر الجاري تنافست فيها 60 مدينة من 32 دولة قررت شرطة دبي منع المسيرات في جميع الشوارع العامة في الإمارة خلال اليوم الوطني وتعتزم تطبيق حزمة من الإجراءات الفورية ضد كل من يخالف التعليمات تشمل الوقف الفوري للمركبة بوضع قفل على إطار السيارة أو على المقود أو حجز المركبة فترة تصل إلى 6 أشهر وفي هذا الصدد قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس محمد سيف الزفين إنه سيتم نشر أكثر من 500 رجل شرطة من الإدارة العامة للمرور لضبط حركة السير خلال عطلة اليوم الوطني والتركيز على شوارع محددة أهمها الجميرة والممزر والضيافة والجي بي آر وفي السياق ذاته وفي الشارقة حيث قررت القيادة العامة لشرطة الشارقة نقل مسيرة الاحتفال باليوم الوطني الحادي والأربعين التي تنظمها شرطة الشارقة من بحيرة خالد في الشارقة إلى كورنيش بحيرة الممزر لمواكبة فعاليات الاحتفالات المقامة على كورنيش البحيرة والتي يتخلى لها سباق الفورميلا واحد والاستعراضات المائية والعروض المختلفة ودعت شرطة الشارقة الراغبين في الاشتراك في المسيرة من السائقين وأفراد الجمهور إلى التقيد بقواعد السلامة وأنظمة المرور وفق الاشتراضات التي حددتها وزارة الداخلية للمشاركة في المسيرات الوطنية إغلاقات الأسواق المالية لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر والآن إلى حالة الطقس في دولة الإمارات الطقس في مشيئة اللالي هذه الليلة يكون لطيف بشكل عام وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الداخلية الغربية مما يؤدي إلى تشكل بعض الضباب الخفيف وفي النهار يكون الطقس غائم جزئي ومعتدل الحرارة بشكل عام والرياح متوسطة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأترباء على المناطق الداخلية المكشوفة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا درجات الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 18 إلى 24 درجة مئوية والكبرى تتراوح ما بين 28 إلى 35 درجة مئوية الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 65 إلى 85 بالمئة بالنسبة لحالة البحر مضطرب بشكل عام حيث ارتفاع الأمواج من قدمين إلى أربعة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة أقدام إلى خمسة تصل سبعة أقدام في العمق هذا والله أعلم يا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدين الأعزاء عقب ما تابعتوا هذا الموجز الإخباري السريع طبعا نحن نرحب بالإعلامية الإماراتية وثاني عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين في دولة الإمارات والتي انضمت إلينا في الاستوديو لمناقشة موضوع حيوي ويد أمهم وهو فوز مدينة أبوظبي بذهبية جائزة المجتمعات الحيوية 2012 عن فئة المدن المتكاملة أستاذ ألول ومساة شاء الله بخير مرحبا كيف الحال؟ العياد دوم تكونين من عوادها الحمد لله تمام العيد متميز يا أخ أيمن العيد الـ 41 طبعا لدولتنا الفتية اللي يزاد عرسنا الاحتفالي حقيقة هذا الخبر أنا أشوفه أنه جاء في الوقت المناسب بحيث أنه يزيدنا بهجة حقيقة لأن هذه كانت أجواء تنافسية مثل ما يقولون محمومة تصور ما بين 60 مدينة في أكثر من 31 دولة كانت بينها دول مختلفة تقدر تقول في آسيا في أوروبا عندك أنقرة عندك تايبيا الصينية عندك أبورا الكولومبية فازت أبوظبي حقيقة على كل هذه المدن وهذا مصدر فخر حقيقة وليس مستغرب من مدينة أبوظبي يعني تبوء عاصمتنا الحبيبة للمراكز الأولى في التنافسية الدولية بعد وانضمامها اليوم أيضا يمكن لموضوع وائد حلوي كان تقريبا أن دولتنا الحبيبة انضمت لتنافسية الدولية من اللي يزاد من شعور الفخر لنا في تبوء لهذه المراكز العالمية ممتاز تخبرينك كيف كان بالنسبة للخبر عندما كتبت عنها بعض الصحف في دولتنا الحبيبة أو الصحف الأجنبية بشكل عام بما أنك حدثني عن الصحف ونتكلم عن جمعية الصحفيين حقيقة بوظبي استضافت مؤخرا يعني فعلي نظمتها جمعية الصحفيين في يوم 19 و 20 نوفمبر الجاري اللي هو اللقاء الأقليمي لنقابات وجمعيات الصحفيين العرب وذلك حقيقة بحضور رئيس الاتحاد الدولي الصحفيين ومندوبة من اليونسكو تتصور أخي أيمان هذا العدد الكبير من المندوبين والقيادين الصحفيين في الوطن العربي طبعا كان في ورشاة تعمل على مدى هاليومين وأكيد في مدينة جميلة مثل مدينة أبو ضوي كان لا يمكن أن نحرمهم من الأجواء الساحرة فكان طبعا الجمعية جمعية الصحفيين عملت لهم رحلة ورحلة ميدانية على جامع زايد الله يرحمه طبعا قبل لا يتكلمون الجماعة إحنا لاحظنا الإنبهار في عيونهم وهذه طبعا الجائزة الحمد لله جاءت لتعزز بمكانة أبو ضبي الاقتصادية اليوم بالإضافة إلى الترشيح هذا فنقدر نقول الحمد لله عرص بهيج نحن قاعدين نعيش اليوم في الإمارات بشكل عام وفي أبو ضبي بشكل خاص تعرفين يعني يمكن اختلول وتقريبا فازت دولة الإمارات في صعيد مؤشرات تنافسية العالمية في خمس قطاعات وهي القطاعات تقريبا الحيوية في دولتنا يمكن على سبيل المثال أن احتلت بو ضبي المركز الثاني عالميا في تكرفة استخراج ترخيص البناء المركز السابع عالميا في مؤشر سهولة تسجيل الملكية المركز الثاني عالميا في الوقت المستغرق لإنفاذ عقد تجاري تقريبا يمكن هاي المراتب الأولى يعني في هذا المجال عزز من مكان الدولة الإمارات كوجهة اقتصادية وسياحية بشكل عام في اعتقاد هل تعتبرين أنما حققت مدينة بو ضبي عاصمتنا الحبيبة في هذا الموضوع من خلال مشروعات والمبادرات هل هي تسعى إلى تحسين الخدمات الحيوية بشكل عام في الصعيد المحلي أم هي باتت فعلا تنافس عالميا مما لا شك في أخويا أيمن أن إمارة أبو ظليوم لا نستطيع أن نقول أنها إمارة متميزة محليا أو حتى أقليميا بكل ثقة نستطيع أن نقول إمارة أبو ظبي متميزة عالميا طبعا جاءت الاستراتيجية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي 2030 عشان تعزز هذا التوجه لتبعث الطمأنينة لنفس المستثمرين دعونا نتكلم بما أن الاقتصاد حقيقة من جال جاف دعونا نتكلم ببساطة دعونا في دردشة نقول رأس المال يا أخي أيمن جبان بين قوصين رأس المال المعرفين جبان صحيح بمعنى فرضا أن المجتمع من المجتمعات غني بليارات ولكن يفتقد إلى الأمن السياسي حتى فأنت لا تستطيع أن أقول أنني كمستثمر اليوم أستطيع أن أستثمر أضف إلى ذلك أيمن الملائة المالية الكبيرة الحمد لله التي تمتع بها إمارة أبو ظبي وحتى عندك مفهوم الأمن الاقتصادي متحقق الحمد لله بصورة الإيجابية في إماراتنا عاصمتنا العزيزة أصبحت يمكن ملاذا آمنة لكثير من المستثمرين يعني أنها تكون تقريبا استثمارات متواجدة في عاصمتنا وهو ما يسمى طبعا في الاقتصاد الأمن الاقتصادي خلينا أقول لك أخي أيمن أن مفهوم الأمن الاقتصادي مفهوم نسبي ومرتبط بعلاقة طردية مع الوضع الاقتصادي والمجتمع في دولة الماء بمعنى يعني الدولة هذه كانت تتمتع بأمان الحمد لله واستقرار الله يديهم علينا تجتذب لا إراديا يعني بصورة أوتوماتيكية هذه الاستثمارات هذا يعني لا يختلف اثنان أن إمارة أبو ظبي الحمد لله تتمتع بالأمن والأمان ودولة الإمارات في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي الشيخ خليفة بن زايد وليعهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فتقدر تقول أن أبو ظبي اليوم أعطت نموذج مغاير حقيقة حتى على مستوى الأمن الاقتصادي يعني مفهوم حقيقة الأمن الاقتصادي في إمارات أبو ظبي يتصف أخوي أيمن خلينا أقول لك بالشمولية بمعنى أن أبو ظبي تتمتع ببنية حقيقة تحتية متطورة اليوم شوارعها 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 تكنولوجيا استثمرناها بطريقة في صالحها استثمرات في صالح البلد بشكل عام وتطويرها أضف إلى ذلك حتى أن الجرائم الاقتصادية تعرف أخي أيمن أينما كان في تطور الاقتصادي ومالي هناك جرائم الاقتصادي صحيح هناك ناس متحايلين يحاولون أن يبحثون عن فرصة يعني أحين مثلا أخلنا نقول عمليات مثل غسيل الأموال مثل التدليس مثل التزوير هذه سوف تضرب بيد من حديد متى ما فكرت أو سولت لها نفسها أن تجي لإمارات أبو ظبي أو أي من الإمارات الدولة لماذا؟ لأن هنا نظم اقتصادية تشريعات اقتصادية وقواني تتصدى لمثل هذه الجرائم الاقتصادية مع هذه العوامل المتظافرة كيف لا يستقبل الإمارات بو ظبي تتبوأ مكانة عالمية ومنها إن شاء الله مثل ما نقول نحن محلية للأعلى يا رب إن شاء الله شي عندك بالنسبة لساذة لولو الكثير من صحفة الأجنبية خلنا نقول طبعا نيويورك تايمز تقريبا بعد كانت بعض الصحفة الأجنبية بشكل عامي يعني لا يحضرني اللي قرأت فيها أن نتكلم عن عاصمتنا بو ظبي تحت عنوان أبو ظبي الأفضل للعيش في العالم يعني باتوا يعني حاليا يروجون لبو ظبي فهل تعتقدين أن وصول مدينة بو ظبي بذهبية جائزة للمجتمعات الحيوية واللي فازت فيها عن المدئن المتكاملة هل أعطاها دافع لأن يعني تعمل على تجارب فريدة من نوعها وأيضا دخول إلى الأسواق بقوة شوفوا يا إيمان أنت تتكلم عن إمارة اليوم مثل ما نقول بالإنجليزي كوزمو بوليتان يعني فيها يعيش أكثر من عشرين شخصية مختلفة أضف إلى ذلك اختلافهم طبعا الأيديولوجي اختلافهم الديني ولكن الحمد لله يتعايشون بالسلام مع بعض والثنين حاطين كل الجسد المختلفة حاطئية في بعض على أساس أن تسعى لحياة كريمة لهو الأسرات بطبيعة الحال ويساهمون جميعا صراحة في ازدهار هذه الإمارة ولا تنسى هناك في دعم حكومي لمختلف يعني إن كان عن طرق تشريعات ومثل ما يعني أسبقنا القول نحن كنا نقول استراتيجية حتى أبوظبي 2030 في عندك حتى الملاءة المالية الأجنبي متى ما قرر أن يعني إن كانت صراحة استثمارات محلية أو شركات عبرت القارات ومختلفة الجنسية متى ما يعني قررت أن تختار أبوظبي رأت كل التسهيلات متاحة حتى على المستوى الضريبي يعني هي تكاد لا تعاني مقارنة بدول أخرى ما عندنا ضرائب أصلا بالضبط هي رضي ما عندنا ضرائب وبعدين أنت تتكلم يا أخي إيمان عن أزمة عالمية صحيح عاصفت باقتصاديات دول العالم دون ما استثناء بشكل عام تفاوتت نحن ما نقدر نقول طبعا منها ما يعاني لغاية الآن يعني حاليا فيه بعد أن يعني بعض الدول انهارت ماليا اليونان مثلا اليونان مثلا نعم اللي يحاول طبعا نستعفها للاتحاد الأوروبي ومثل ما يقولون بالتنفي الصناعي ما رأيك بوظبي تقدم حقيقة يعني نموذج مغاير تماما ونقول ما شاء الله والحمد لله الحمد لله نعم فلذلك هي مثل ما تقول واحة آمنة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية أو حتى المحلية يعني نافست تقريبا كثير من الدول اللي كانت مشاركة تقريبا خلنا نقول أن بالنسبة للمشروعات والمبادرات اللي تم تنفيذها هي تراعي تنمية المستدامة بشكل عام بضبط طبعا من عاصمتنا بوظبي لمدينة العين تقريبا إذا لاحظت أن الكثير من زوار المدينة لاحظوا أن طورت بشكل سريع وسائرت الكثير من التكنولوجيا العصرية أو الحديثة تقريبا فبدأوا أن يفكرون في عاصمة بوظبي بوضحة يعني خلنا نقول بوجهة نظرك الخاص هل أنت وضحت بالنسبة لك يعني من رأيك الخاص أن عاصمة بوظبي فعلا جارت هاي التقدم سواء كان التكنولوجي أو العقاري أو السياحي بشكل عام أنت عندك إمارات بوظبي يا أخو يا أيمن في السنوات تقريبا العشر الماضي بشكل ملحوظ أكبر بتلاحظ قدرتها التنظيمية بتلاحظ المشاركات مستوى المشاركات خوية حتى على مستوى الأحداث السنوية اليوم عندك أحداث وأنت أدرى مني فيها أن أحداث سنوية ترعاها سنة عن سنة نحن حتى كزوار نلاحظ تطورها داخلي وخارجي ومشاركات دولية وأقليمية وعربية فهذا كل طبعا عزز ما كانت إمارة أبوظبي بلا شك اقتصاديا وإضافة إلى طبعا الجهود المبدولة الحكومية حقيقة والدعم الحكومي المقاطعة نضي المقارنة بدول أخرى وأسواق أخرى في العالم أنت تجد الملاذ الاستثماري الآمن اليوم إمارة أبوظبي وإن شاء الله يا رب تبقى كذلك يا رب وتفوذ بالنسبة للترشيح هذا إن شاء الله نسمع عنها فايزي يا رب وهذا مش بعيد عن إمارة أبوظبي لا بعد يمكن نزيدك من شعر بيت يعني نحب نقول مبروك مرة ثانية طبعا لأبوظبي لأن انضمامها لاتحاد مجالس تنافسية العالمي هذا طبعا اليوم كان بعد الفوز اللي حققت في هذا المجال مش مستغرب يا أخوي نعم أكيد إزاك الله الف خير على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا ساذة لولو ما قصرت اليوم معنا يزيد الشرف اللي يطول بعمرك تستمين إذن مشاهدين في نهاية هذه الفقرة نشكر الإعلامية الإماراتية لولو الثاني عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين في دولة الإمارات على تواجدها معنى للتعليق حول ما كتبته الصحافة العالمية حول أعياد دولة الإمارات العربية المتحدة وعاصمتنا البوظبي في تبوءها من الكثير من المراتب في المراكز الأولى عالميا أعزائنا المشاهدين بقولكم فاصل وخلكم فيانا يا مرحبا بكم مشاهدين من يديد عقب ما تابعته فقراتنا ويا الإعلامية لولو الثاني طبعا نشكرا على المعلومات التي قدمتها خلوني أرحب بزميلتي علي لانضمامها لبقية الفقرات في برنامج مسأل مرات مرحبا بك يا أيمن يا رحبت ربت قبل ما ندخل إلى فقرة الصحف خلونا نذكر تقريبا بالخبر اللي فعلا يعني لاحظت اليوم أنه في ليعشاق الصقور بشكل عام في دولة الإمارات كان ليهم تقريبا تفكير وحابين أن يشاركون وتحت ثقف واحد يجتمع ستمية صقار في دولة الإمارات يعني حدث كان فعلا رائع عندك تفاصيل عن الخبر عندي تفاصيل ويد حلوة صراحة يعني شوقنا نعرف تفاصيل الخبر اليوم كان تقريبا تحت ستمية مشارك في مسابقات أبوظبي للصيد بسقور اللي انطلقت طبعا اليوم في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي في صبخة الصرامي بمنطقة الوثبة طبعا بتنظيم من نادي صقاري الإمارات وبدعم وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع مهرجان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان التراثي وبرعاية رئيسية وشراكة رسمية مع اتصالات أكيد انطلق اليوم تحت رعاية الفريق سمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان ولي عهد بوظبي نائب القادل على القوات المسلحة وكان متواجد في عدد الصقور تقريبا ألف ومية وتسعة صقور تقريبا وكان تأكد هذه الأرقام شغف محبيه هذه الرياضة التراثية واهتمامهم الكبير بدعم تعزيز المسيرة التاريخية في نقل الموروث إلى الأجياء القادمة يمكن زميلتي عليا أن جاهزية قرية اتصالات التراثية كانت ضم ثلاثين محل مثل ما نتابع أمامنا في هذه المشاهد التي نتابع عبر شاشتنا في قناة الظفرة الكثير من هوات الصقارة تقريبا بدأوا في هذا الجو الجميل أن يمارسون هذه الرياضة التي ورثناها من أجدادنا تقريبا جميل أيمن يعني أكيد اندل بيدل على حرص الحرص الدائم والمجتمر على أحياء دائما مورثاتنا الشعبية الشو من كانت يعني خصوصا هذا النوع من الرياضات لها أكيد محبين أكثر طبعا بنذكر أن هذا يعني الاهتمام والدعم الكبير الذي يوليهم سمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد بوظبي نائب القاد الأعلى للقوات المسلحة في عاصمتنا بوظبي لهذه الرياضة وإن شاء الله يعني نتمنى أنه طبعا نحن ما قلنا لهم أنه يستمر لمدة تقريبا ثلاث أربعة أيام ابتداء من اليوم وإن شاء الله بيكون حافل بالإنجازات على مستوى محبي أو يعني مقتني هذه الصقور نتمنى لهم أكيد التوفيق وأكيد بيستمتعون بالأجواء اللي هناك أكيد على هالجو الصراحة لازم يستمتعون يعني نحن نتمنى أن نسير إن شاء رككم في هذا الموضوع إن شاء الله الحين لدينا فقرة الصحف أيمن وأول خبر معنا من الإمارات اليوم التطعيم ضد الأنفلونزا ضروري خلال فترة الحمل طبعا يجب على المرأة الحامل أن تطعم أو تاخذ أبرة التطعيم ضد الإصابة بالإنفلونزا خصوصا في الأشهر الأولى وبالتحديد شهر ديسمبر من بين شهر ديسمبر وأيضا بيقول لك في هاي الأشهر يرتفع معدل الإصابة بالإنفلونزا خلال هذه الفترة بشكل خاص خصوصا لبعض النساء اللي يعانون من التهابات رئوية أو خلنا نقول الربو ضروري جدا أنهم يأخذون هذا النوع من التطعيم لأنه بيكون أكيد في فايدة لهم وأيضا للجنين اللي في بطنهم وأيضا قالوا أن يستحسن أو يفضل أن حتى الناس اللي موجودين معاهم في البيت يفضل أنهم يأخذون نفس نوع التطعيم اللي الحامل مفروض أنها تأخذ ونتمنى أكيد السلامة للجميع أكيد بس أعتقد أن بدل موسم حاليا موسم لشتاء أول ما يبدي تقريبا لازم أن يأخذون التطعيم ضد الإنفلونزا لكنهم يعني خصصوا أو أعطوا أهمية أكثر للمرأة الحامل نعم لأنك عارف المناعة تكون أقل شوية عندها صحيح سبحان الله الجنين يأخذ كل الطاقة اللي عندها وكثير من الفيتامينز وإيضا البلوتينات اللي تكون موجودة عندها شربوا عصير برتقال بيتامين سي وايض دكتور أيمن الحين عموما خبرنا ثاني بنروح لأكيد هو خبر فريد من نوعه السجن ستة أشهر لقاتل البغبغاء هذا الموضوع طبعا ما يستوي في بلادنا العربية واستوي في ولاية واشنطن الأمريكية حيث حكم على رجل بسجن ستة أشهر بعد اعتراف بدمبه في قتل البغبغاء كانت تملكه حبيبته وسيمضي ستة أشهر وراء القضبان بعد أن قام بمسج دواء مضاد للقلق ببعض المشروبات الروحية ما جعل هذا البغبغاء في حالة من الغضب الشديد وأيضا قتل البغبغاء فيما بعد بشوكة الطعام يعني هجم عليه بالشوت وقام وطعن هذا البغبغاء فحكموا عليه لا وزيدكم من الشعر بيت قالوا لأن في حياتك ما بتقتني أي حيوان عزيزي الله أكيد يعني شو هذا بعد يعني شو في الأداء أنت الأداء بسيطة بس قضت على البغبغاء حليلا يعني هو مسألة البغبغاء عادي بس لكن يعني البغبغاء عادي يعني لحظة شكلنا فيه ممكن بالعكس يعني عندنا جمعيات هذه الحيوانات تقريبا والرفق بالحيوانات واللي دوم النادي عليها بالقوانين والتشريعات الدولية اللي فعلا تراعي الاهتمام بالحيوان لأنه فعلا يعتبر كزينة يعني أيمن الحين لدينا فقرة اليوتيوب مهارات نسائية في كرة القدم خلنا نشوف مهارات نسائية اذا يعني يعني مثل ما شفتوا ما شاء الله عليها هذا دليل هذا أكبر دليل أن المرأة يوم تحط شيء في بالها أو يوم تحط شيء في رأسها تتميز فيه وتبدع فيه يعني شو كرة قدم يعني أكيد ما بتكون صعبة وائد عليها وعلى فكرة تتحدى مش يسمونه ماردونا مع ميسي يعني أشهر اللعاب يعني أنا معرف أشهر اللاعبين الموجودين في العالم لكن ما أعتقد أنها بتتحدى ميسي هذا فنون لعب الكرة سوت حركة ما سوها ميسي قبل يعني صح لا لا يستوي يستوي يعني عادي لكن أعتقد أن جماعة برشلون حين بيزعلون علينا وبيقولون ليش شو دخل ميسي تقريبا بالحركات اللي تسويها ولكن أنا الصراحة قلت إياها حرية شخصية أيمن اعتراف بالحق فضيلة الصراحة أثبتت عن طريق اليوتيوب أنه فعلا فيه نساء تجيد لعب الكرة الحمد لله يعني كنتم أعتقد أنه شوفوا كيف قبل اليوتيوب أعتقدت أنه ما بيجيدون ولكن أثبتت فعلا جدارتها شكرا على الشهادة هذه يعني أي مصورة وأكيد أشكر زميلة أو صديقة البرنامج مريم عبدالله على أرسالها هذا الفيديو عموما فعلا نشكر زميلة البرنامج مريم عبدالله على أرسالها هذا الفيديو وبروح معاكم أعزائي المشاهدين إلى جوانب من اليوم الوطني عبر هذه الصور خلونا نتابع ترجمة نانسي قنقر قبل قيماتي أيمن أنا بعد كوني يوم أشوفها صراحة يعني فعلا هذه الأشياء والموروثات تعزز فينا حب الوطن يعني من القيمات الحن العلم بعد عندك اكتساء درشي عند البنات الصغار اللي يكتسون أيضا في لبسهم علم دولتنا الحبيب يعني وايد من المشاهد اللي تثلج الصدور خلال هذه الفترة أكيد شو رأيك الحين أيمن نتذكر بإيميل البرنامج أكيد تفضل إيميل البرنامج اللي هو مساء الإمارات الضفرة دوت تي في هذا عنوان البرنامج ارسلونا الصور والفيديوهات المضحكة واللي تروق لكم طبعا عبر شاشتكم شاشة الضفرة حابين أنكم تتابعونا عندنا خصيصا بين قوسين برنامج مساء الإمارات أما الآن مشاهديننا أقول لكم فاصل وخلكم فيانا اشتركوا في القناة أكرهك أي نعم آخر كلام أقول كل حسر و ألم أكرهك أي نعم عشرتك و أهم و أهم منك ما أشف والله ما أشف غير بس أكرهك 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 موسيقى يا المن صفل تويا يا عشاك بظيمي مهري عشاك أحبكم مشاهدين ومتابعيننا مرة ثانية وأكيد في آخر فقرة معنا فقرة طربية أصيلة بحضور فنان شاب متألق صاحب الصوت العذب والشجي نرحب في الفنان العراقي مصطفى العمار معنا في مساء الإمارات مرحبا بك فناننا مرحبا بيك مرحبا بيك أخي العزيز وكل عام أنتوا بخير وأنتوا بخير دولة الإمارات إن شاء الله هامرة يعيدكم الوطني إن شاء الله مبارك عليكم كل عام أنتوا بخير الشيوخ الإمارات بألف خير وعلى رأسهم سمو الشيخ خليفة بن زايد على النهيان ونائبة نائبة الدولة الشيخ محمد بن راشد المكتوم أتمنى لكم يا رب التوفيق والعيد هذا عيد الواحد واربعين يكون عليكم إن شاء الله بالخير والبركة والسلام على هذا البلد الأمين المعطاء الله يحبك نشكرك على هذه التهنية الجميلة بالعكس يعني الإمارات هذه بلدنا قاعدين نعيش بها ونستثمر فيها وناكل من خيرها بالعكس هذا قلل الواجب هذا اللي نعملها طويلة وما نقدر نوفيها والله يا أخي أي شي أقول لك مهما تكلمنا ومهما أعطينا بعد ما نقدر نوفيها صح أي والله الله يحفظك إن شاء الله الله يحفظك كوي الفنان العراقي عمار أو مصطفى العمار نحن نحن نحبك في برنامج مثل الإمارات نباك تخبرنا منه مصطفى العمار والله يا أخي خلينا أقول لك إيها أنا يعني شاب ابتديت حياتي الفنية يعني من تقريبا سنة 1994 درست الموسيقى بالأكاديمي الأردين الموسيقى بعد ما خلصت دراستي استقلت في أوروبا ومستقر في ألمانيا وحاليا المستقر بين ألمانيا وبين دولة الإمارات ومواظب على الموسيقى بس أنا أحب أني أن أهمينا على نقطة معينة صراحة ما أقول أن هذا البرنامج هو برنامج يعني من قناة عامرة وقناة يعني مشاهدية أكثر وهي تختص وتهتم أيضا بالتراث والثقافة العربية الأصيلة أنا الفن الطريق الذي أنا سألكه هو مو الفن الهابط لا أخيري أقول لك أنه الفن نحن اللي نقدر من خلال نوجه رسالة إنواعي من خلال الناس فن الهدف بشكل عام هدف وطبعا هو الفن هادف إذا استخدم يعني بالشيء الجيد صراحة فأحب أني أقول دائما أنا حتى بالنصوص اللي أقدمها الألحان اللي أقدمها الأغاني اللي أقدمها تكون شوي فيها نكهة من عاداتنا وثقافتنا العربية الأصيلة يعني إحنا وجه مو بس لبلدنا يعني كعراق أو كالإمارات لا إحنا وجه للثقافة العربية في العالم بما أننا عايشين يعني في أوروبا على سبيل المثال فبديت أنا بداية قلت لك يعني تربيت أنا تربية صحية على الثقافة الموسيقية وبعدها مثل ما استقرت في أوروبا كانت عندي كثير من المهرجانات كثير من الحفلات كثير من التعاون مع فنانين عرب راح نذكرهم كيف كانت بداية بداية مشوارك الفني أول ما دخلت في هذا المشوار الفني هي في البداية صراحة من عقب طبعا الدراسة الأكاديمية في البداية أنا ما كنت أصلا يعني داخل قسم الموسيقية أنا كنت لعب كرة قدم يعني حتى ممكن شفت أسأل كابتن أحمد راضي كان موجود في الفيديو اللي هو كان مقدم رسالة اللي هي حياة بلا مخدرات أنا كنت لعب كرة قدم بس صارت عندي أصابة بعدين تركت الرياضة توجهت للفن لأن الفن كان صراحة من نعمة أصابري يعني مأظافري كان يعني هذا فتشي بدمي صراحة وأضبت على المجال هذا ودراست بالأكاديمية الأردنية الموسيقية مثل ما قلت ليش والحمد لله وشكر قدر يعني توفقت الحمد لله وشكر نوعا ما حد ما قدرت أني أوصل إلى منصب اللي هو حالي المنصب سفير من رضمة حماية الأرض النشرة السلام أجان هذا المنصب من خلال الفن لأنني قدمت رسالة بهذا الفن فتكرمت بهذا المنصب هذا وإن شاء الله شو يعني لك تكريمك لهذا المنصب بلون أختي شو يعني تكريمك لهذا المنصب شو يعني لك طبعا هذا هذا فخر إلي فخر إلي طبعا هو هذا أولا وآخر أنا ما أمثل نفسي أنا مثل ما قلت ليشان أنا أمثل الوطن العربي كله نعم وشوف فيه فرق كبير أنه أنت من تتكرم أو تتنصف في بلد أوروبي بلد غريب يعني إحنا رغم السلبيات اللي للأسف الإعلام العربي قاعد يشوفها للعالم اللي هي أنه العرب أو المسلمين هم ناس إرهابيين هم ناس ما يهتمون بالبيئة ما يهتمون في الأرض وطبعا من الإنسان يعني يتنصب بلد أوروبي مثل برتغال وهذا أعتبر هذا فخر للوطن العربي كله موسيقى صراحة واليوم أنا كم راح أكمل تقريبا أربع سنين وراح يكون عندي تنصيب إن شاء الله جديد في السنة القادمة وراح يكون ضيف شرف معي صراحة أحد الشخصيات وأحد شيخ الإمارات راح ينورنا في البرتغال إن شاء الله إن شاء الله خلنا إنا شوي نطلع نكسر هالجمودة هذه من بداية الحلقة ونسمع شيء أكيد أكيد والت يعني ما شاء الله أنا أدكم المادة عامرة يعني بس أسمعكم شيء تفضل الله يخليش أسمعكم شيء من الغناء العراقي التراث العراقي التراث العراقي نالحان الأستاذ الكبير طارق الشبلي عليك أسأل عليك أسأل عليك أسأل من الرايح ومن الجاي وحن ليك أحن ليك أحن ليك مثل راعي يحل الناي وقول أصبور على غياب وفي وما تغدر أحباب وقول أصبور على غياب وفي وما تنسى أحباب لابد ما تجي وتضحك فرح دنياي لابد ما تكسر وراها في آي لابد ما تجي وتضحك فرح دنياي الله فعلا جميلة يعني كلمات فعلا نفس ما تفضلت أنها تحمل معنى ومغزى الله يخليك خصوصا بهالصوت العذبي يعني أيضا ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله الفنان مصطفى حسيت باللحن العراقي بما أنك من العراق يمكن في يوم من الأيام كنت تتمنى من الكثير من طبعا يخبرونا في الكنترول أنك تتمنى أنك تغني في بغداد والله يا أخي شوف يعني هي بغداد صراحة ما يعني ما ناكر أهلها بالعكس بغداد موجودة وبغداد فاتحة أبوابه والعراق فاتحة أبوابه والأهل وكل العرب بس إحنا حاليا في محنة إحنا مطلوب من عدنا أنه إحنا يمكننا نوصل رسالة بلدنا وإحنا في الغربة شوية تكون إلها معنى أكثر من أن نكون إحنا في داخل العراق لأن إحنا منتركنا العراق إحنا منترك العراق من 21 سنة فقدرت أني أوصل رسالة مع أخواني ومع زملاء الفناني الكبار والكثيرين قدرنا نوصل كلمة العالم بأنه إحنا نحب السلام إحنا نحب السلام إحنا بلدنا العراق مر بظروف صعبة مر بمحنا صعبة صحيح لكن إحنا نتأمل يعني إحنا فقط إحنا بشر إحنا ناس صراحة سواء كنا جيدين أو سيئين بالآخر أنه ناس بشر عبارة من كتلة من إحساس ومشاعر فنتمنى من أخواننا من أصدقائنا من كل الدول أنه تساندنا تدعمنا تدعمنا مو ماديا لا تدعمنا معنويا حتى يرجع هذا الأمان يرجع الأمان إن شاء الله وأتمنى يا رب مو بساني اللي أغني ببغداد لا بالعكس نتمنى كل أخواننا يعني إحنا شون إحنا موجودين في روح الاتحاد في العيد الـ 41 أتمنى هذا الشيء أيضا فناني الإماراتيين بالمستقبل القريب يكونوا موجودين ببغداد يشاركونا عيادنا الوطنية يشاركونا عياد الجيش يعني إحنا كنا أمة عربية واحدة إحنا يعني صدقيني يعني إحنا بالغرب كلنا شعب واحد وعالم واحد خلنا نقول عالم واحد إحنا بالغرب أنا ما ينظروا لأنه حضرتك إماراتي ولا حضرتك من كذا جنسي أو عراقي وإلى آخر لا ينظروا لأننا عرب نعم السيء فينا هو سيء على الكل الجيد فينا هو جيد على الكل صحيح شايفين شلون؟ شايفين شلون بس الحين بنشوف وبنسمع أشياء ثانية يعني يمكن يعني شو جهزت مثلا لدولة الإمارات خلنا نعيش الفرحة هذه جهزت لنا مثلا أغنية بمناسبة عيد الاتحاد والله يا أخي شوف أقول لك شغل أنا صار لتقريبا أكثر من أسبوع اعتقيت مع سفير الألحان فنان الكبير فايز سعيد كنت موجه لتحية إن موجه لتحية هذا إنساني يعني قبل ما هو فنان سار راقي هو أيضا سفير نوايا حسنة كنت عنده في مكتبة زرت زيارة خاصة وطلابت من عنده قلت له أخي أنا أحب أن تكون إلي أغنية هي للأرض والسلام تجمعنا مع بعض ورح يكون إلي إن شاء الله مع جملة من الألحان فقاعدين نحضر إن شاء الله الفاتشي حلو نقدر نسمع شيء منها ولا لا حاليا تقريبا هي طور التحضير نعم يعني لا زالت شرنقة بعد ما صار فراش طيب يعني بهالمناسبة هذه الجميلة شو رايك تشاركنا فرحتنا وأكيد فرحت بلادنا بأي أغنية حاب أنك تسمعني إياها أمرينا عزيزتي سمعك أغنية عراقية من هي نزلت لي العام الماضي متتحرت لا متتحرت هذه جديدة لسم الثلاثة السابعة مصارف ألماني بس هذه أغنية بعدك بالقلب هذه تصورت في قصر مسلسل نور في إسطنبول معرفة إذا موجودة عدكم أغنية بس رح سمعك مقطع من أذن يا رب بعدك بالقلب بعدك عايش الوحد شوف السوء هجرانك وعينك خلها ميزانك شوف السوء هجرانك وعينك خلها ميزانك ولو قلبك وفي ردك ولو قلبك وفي ردك ولو قلبك وفي ردك لو قلبك وفي ردك بعدك أنت أول محبوب واجمل ما شالت لقبوب بعدك أنت أول محبوب واجمل ما حبت لقبوب أنت القسمة والمكتوب عيني أنت القسمة والمكتوب شوف السوء هجرانك وانا مضيع عنوانك ولو قلبك وفي ردك وفي ردك ولو قلبك وفي ردك الله ويسلم للصوت ماذا تشعر لنشعر أن هناك حزن لانتظار لحزين او لدرامي أعطي نحن نبع لحزن نحن نبع الأمور تتحسن الأمور تتحسن صحيح لكن لمسة الحزن أشعر أن هي دائما يكون مثل ما تقولين هذا الثوب الذي نحن صراحة يكون ثوب الالتزام الذي يلتزم فيه يعني صح فيه هو بس هو شوف يعني الطور العراقي أو اللحن العراق أو الكلمة العراقية هي حزينة يعني حتى حتى الإقاعات السريعة فيها تحزين فيها حزن سويت شيء يعني أنا ليني حين أبعدني مش ما دخلت المود وايد لا دخلت المود لا ما شاء الله يعني أكيد دخلت المود مشا الله فيه أكيد المواويل الجميلة وهالصوت العذب أكيد نستمتعين أنا زميلة أيمن فيه لكن بعد نريد نسمع شوي إقاعات سريعة يعني شوي تأشياء فراحية يعني بعيدا عن الحزن يمكن هذا الشيء ناخد أنه صح بس أعتقد أنه موجود الفيديوكلب الأخير متتحرت هذا إقاعات سريعة لأننا من أغني لك هالسفت شي سريع ما عندي آلات موسيقية يلا بنشوفها الحين نشوف أكيد أغنية متتحرت من طبعا الفنان مصطفى العمار خلونا نتابعها سواء شكرا 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 كبير كاظم السعدي ألحان الموسيقار كريم هميم وين تم تصوير الكليب؟ في خرفك كان في خرفك كان مدينة السحر والجمال شهر السابعة كان يعني بعز الحرق لا بس كانت الأجواء حلوة يعني ما شاء الله أيضا الكليب كان حلو بس أعتقد أنه ممكن أنه لازم ننوه لأنه من قبل الفنان نحن قلنا الأغنية اللي بنعرضها لهي متتحرت ولكن هاي اسمها يا رقيق المشاعر أو رقيق المشاعر تقريبا نعم متتحرتنا ستكون عندكم متأرضوها إن شاء الله بعد ما لا متتحرت نحن نسألها شخصية يعني نسمعها شخصية منك نسمعها شخصية مني أكيد أوكي تدل بس المشكلة يا أخي أنا من أغني من غيري قاعدة يعني تطلع حزيني لا مشاكل لا خالح بالعكس يعني أنا يمكن أملاحظ اليوم يعني مثل ما عرضنا توا تقريبا يا رقيق المشاعر اللون اللي ينصبغ عليك في هاي الأغنية يعطى كسر جمود تقريبا اللون الحزين يعني ليش إنما تمشي في نفس المنوال أنا فعلا أعطاك لون فرايحي تقريبا ومنما تكون إيقاعات مرافقتني طبعا راح يبقى راح يعم علي طابع الحزن لا الله لا يجيب أحزاني أكيد أسمعكم أغنية تفضل هي مو تراثية هي أغنية للفنان سعدون جابر وشوي نلطف بها الجو تحت عنوان هلا يا نور عيني هلا يا نور عيني إذن نسمع من الفنان العراقي طبعا هلا يا نور عيني من هلا يا نور عيني ويا هلي حبيبي من تمر سلم علي هي لو يا نور عيني ويا هلي حبيبي من تمر سلم علي لي بس كتان وردان وخفيفي وين المهيوب سموني خفيفي لي بس كتان وردان وخفيفي وين المهيوب سموني خفيفي طيحت يا ناس جيبوا لي وإلي فيه حبيبي من الزغر غالي علي يا وهيلو يا نور عيني يا أهلي حبيبي من تمر سلم علي أكيد لي سلم عليك صدق أغنية وايد حلوة ما شاء الله أيضا الأداء فعلا رائع حسرت أحيتي ها حسرت أحيتي ها حسرت أحيتي المود الحين داخل المود إن شاء الله والجاي أكثر إن شاء الله وين شو أيمن يمكن الناس خلاص يعني بدت أن تبتعد يمكن ما حاب أن تسمع حزن وكذا حاب أن تسمع شيء أن يروح عليها خاصة في هذه الأونة طيب فنانة بس عفوا أيمن بغيت أسألك شوي ما شاء الله أيضا الساحة الفنية أو أخلا نقول بالتحديد العراقية في كثير من الفنانين الكبار كاظم الساهر ماجد المهندس يعني أسامي كثيرة وأيضا حاتم العراقي أكيد وريد الشامي وليد الشامي يعني أسامي صدق لامعة ولها بصمة كبيرة في هذا المجال كيف علاقتك مع الفنانين العراقيين والله أنا البارحة كنت عند الأستاذ الكبير حاتم العراقي وكنت عند وليد الشامي جميل يعني ذولة يعني أخواننا دعنا نكشف هل في تعاون مستقبلي ولا شيء إن شاء الله أكيد طبعا محضرين لأغنية مثلا مع بعض أو يكون فيها مثلا كلمات والله أقول لك أنا ما ردي أكشف لك كل الأوراق حصريا مع فنات الظفرة هو حاصل على فنات الظفرة سيكون تعامل يعني إن شاء الله مع الفنان الكبير البارحة اتفقنا مع حاتم العراق إن شاء الله سيكون تعاون ورح يكون مع إن شاء الله مع وليد الشامي إن شاء الله في تعاون قلت لك أنا مع فايز سعدامي رح يكون تعاون إن شاء الله ورح يكون عندي دويتو مع مي حريري الفنان اللبنانية مي حريري هذا أول دويتو بيكون هذا أول دويتو رح يكون مع فنان عربي قبل هالفترة عملت دويتو مع مغني إيطالية نعم تحت عنوان اتغيرت من حال الحال أنا أغني بالإيطالية أغني بالعراقي جميل أعملنا شوي نقلة نوعية جربت الأدوار نعم فبالعكس والله علاقتهم الشباب طيبين وهم بما أنهم هنا مستقرين يعني قابلنا هم يرحبون بكل الفنانين زملائهم العراقيين واصدقائهم يدعمونهم يعني قاعدين بالغرب وتعرفين نحن من نقعد بالغرب يعني شوية الإعلام ظالمنا فإحنا من نجي هنا هذول يعني هذا خلينا أقول ياه يعني هم ذول الأيدي الأمينة هم ذول هنا يعني ما شاء الله عندهم أسماءهم عندهم علاقاتهم وهم واصلين بمجال الفن يعني احنا مثل ما أقوله يعني هم ذولة اليوم أصبحوا أساتذتنا وفعلا هم أساتذتنا نعم أستاذ طبعا الفنان مصطفى العمار يعني نودنا أن نطول معاك ولكن لضيق الوقت تقريبا يزيدك شرف تسلم يعني حابين كنا نتكلم ونتسامر بشكل عام في نهاية هذا اليوم تقريبا أو نهاية الأسبوع بعد مثل ما يقولون ولكن حابين أن ننهي لقائنا بعد الشكر اللي نقدم لك في تواجدت معنا في برنامج مثل الإمارات بأغنية من اختيارك وأنا أيضا بدوري أحب أن أشكرك أستاذي ونقول لك يعطيك ألف عافية وإن شاء الله مزيد من التقدم وأيضا الإزدهار وإلى الأمام إن شاء الله إذن مشاهدينا يمكننا قبل ما نستمع إلى الفنان العراقي مصطفى العمار في نهاية هذا اللقاء نشكركم على متابعتكم لنا وإن شاء الله حابيننا ننوه بنتلتقي معكم إن شاء الله يوم الأحد والاثنين في حلقات خاصة جدا على برنامج مثل الإمارات على قناة الضفرة التريونة تصبحون على ألف خير تصبحون على ألف خير مشاهدينا وفمان الله مالوهم قلبي بمحبتك يا عراق ويا الإمارات مالوهم أحبكم أحبكم والله والنبي أحبكم بكثر ما أم تصلي والصوم مالو 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 شكراً 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 شكراً